فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقد ذكر الله جل وعلا ثوابا لمن استمع هذا القرآن فإن استماع القرآن من أسباب رحمة الله تعالى كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يرغب الأمة في تعلم هذا القرآن سواء كان تعلم لحروفه أو تعلم لمعانيه وأحكامه قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وتنزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده كما أخرده الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وخير من أعدادهن من الإبل وكما أخرده الإمام مسلم ترجمة نانسي قنقر